موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الماضية تحدثنا عن معنى الدين الإسلامي وفقط لتذكير رأينا أن الخليفة معاوية لم يكن مسلما بالمعنى الذي نفهمه الآن من الإسلام وكانت له عقيدة نصرانية كما يتضح في العملات والنقوش والحوليات التي تحدثنا عنها السؤال المطروح الآن هل هناك المزيد مما يثبت أن خلفاء بني أمية لم تكن لهم عقيدة إسلامية كما نعرفها الآن وكيف كان المهزومون ينظرون إلى العرب لوجود صلبان على عملات هناك من يقول أن الخليفة معاوية كان حاكما برغماتيا وضع علامة صليب على عملاته لكي تستخدمها البلدان المفتوحة بدلا من العملات البيزنطية لكن ما ينفي هذا الطرح هو شرصة الحروب التي كان العرب يخوضونها ضد خصومهم سواء في الأخبار في المراجع الإسلامية المتأخرة أو الأجنبية التي عاصرت الأحداث كلها تفيد أن العرب لم يكونوا مسالمين ويضطرون للمهادنة والبرغماتية فالقسوة كانت ظاهرة في الشهادات حتى من الأعداء وتظهر على سبيل المثال وعضة البطريارك سفرونيوس بمناسبة أعياد الميلاد في ديسمبر 934 ميلادية وحشية العرب في قوله أننا لا نرى السيف المتقلب الملتهب إشارة منه لصفر التكوين الإصحاح 3 بل نرى سيف السرسين البربري يعني العرب الجامح المليء بكل التوحش والشيطنة والشهادة الثانية يقول القسيس نستانيوس السينائي عن معركة الياموك التي انتصر فيها العرب مرة أخرى على الروم البيزنطيين يقول جرى الاستلاء بعد هذه المعركة على مدن فلسطين وسفكت الدماء فيها وصولا إلى قيصرية وأرشاليم وبعد دمار مصر حصل الاستعباد لا علاج له للأراضي المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط وجزره لتبرير نهزام البيزنطيين أمام العرب تبادل المسيحيون اللومة فيما بينهم وأعزوه لضعف إيمانهم فنجد اليعاقبة يتبادلون اللوم على الهزيمة بينهم وبين الملكيون الأرثودوكس وكل فرقة منهم تقول إنه عقاب سماوي على ضعف إيمان الفرقة الأخرى وللتوضيح أكثر يقول أسقف القبطي يحنى النقيوسي أسقف لأبرشية النقيوس إن خطايا البزنطيين جلبت الغضب الإلهي المتجسد فيما يسمى الفتح العربي ويدعو زميله يحنى بارفينيك إلى عدم اعتبار ظهور أبناء هاجر أي العرب أمرا عاديا بل إلى أخذه كنتيجة عمل إلهي ويبرر هذا بقوله عندما جاء هؤلاء الناس أي الهجريين جاءوا بأمر من الله واستولوا على ما كان للمملكتين بمعنى فارس وبزنطة وضع الله النصر بين أيديهم كما لو أن الكلمة التي تعنيهم تنفذ بحدافرها رجل أي محمد يطارد ألفا وإثنان يهزمون عشر ألاف أو ربوة كما هو مكتوب في صفر التثنية الإصحاح 32 ووضع سؤالا مهما يقول وإلا كيف أمكن لعرات أي العرب يمتطون جيادهم من دون دروع أو تروس أن يفوزوا في غنى عن المساعدة الإلهية انتصار العرب على الروم البيزنطيين في معركة تابوك دون دروع أو تروس كما قال الأسقف القبطي يحنى النقيوسي قالها كذلك المؤرخ سيبيوس وهذا الانتصار الإلهي أو المساعدة الإلهية عبر عنها النص القرآني كما يقول الدكتور كريستوف ليكسامبر بيرج بمعركة بدر وهي في الأصل أي بدر عظرة والتي تعني عون معونة نصرة باللغة الأرامية السريانية نعود لموضوعنا الأساسي وهو عقيدة الخلفاء الأموية لم يعتبر المنهزمون العرب أصحاب عقيدة جديدة اسمها إسلام بل مجرد غزاة جاءوا من الصحراء لاحتلال أرضهم واستعبادهم كعقاب رباني لضعف إيمانهم نوضح أكثر التاريخ المادي وهي الآثار بطبيعة الحال تكلمنا في الحلقة السابقة عن معاوية وجود صلبان على عملات وعلى نقش الحمامات الذي يعود لسنة سنة سنة أربعة وستين والأخبار التي وردت عن الحوليات المارونية تفيد أن معاوية عندما توجى ملكا على العرب صلى في الجلجة مكان صلب المسيح وهذا كله لتذكير وكذلك زار وصل في كنيسة قبر مريم العدرة مما يدل على عقيدة غير التي نعرفها عنه طبعا قبل تتويج معاوية ملكا كانت العملات المتداولة عملات بيزنطية وفارسية على الأغلب للانشغال الحكام بأمور التوسع الجغرافي على حساب الأراضي المهزومين والاكتفاء بالعملات الموجودة في هذه الأراضي الجديدة في تلك المرحلة لجعل الضرائب والجزية والخراج وتسيير البلاد من الناحية الاقتصادية ولهذا السبب قبل الحكام الجدد بوجود صور لهرق العظيم للأمبراطور البيزنطي وخسر الثاني عظيم الفرس ولكن توسع رقعة ما تسمى بالفتوحات جعلت العاملين على جمع هذه الضرائب بالمطالبة بسك عملة جديدة أو إعادة سك عملات قديمة لتلبية الحاجيات من السيولة النقدية وقبل أن ننتقل للحديث عن تطور العملات العربية نعرف بالعملات المحلية التي كانت رائجة في تلك الفترة وعلى رأسها الدينار الدهبي وهي عملة بيزنطية مشتقة من الكلمة اللاتينية ديناريوس ووزنه أي الدينار متقال أي 4.25 جرام من الذهب جاء ذكرها في القرآن في صورة آل عمران الآية 75 وقد استمر هذا الدينار بالتداول في البلاد التي تحت الحكم العربي إلى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وبالضبط إلى سنة 1996 حسب الأستاذ عبد الجبار محسين عباس سمرائي والدكتور عبد الله خرشيد قادر مدير المعهد العراقي للسيانة الآتار والترات في أربيل ثم يأتي الفلس البرونزي وهو مشتق من كلمة اليونانية فوليس وهو بأحجام مختلفة تعبر عن قيمتها بحروف يونانية وأشهرها كحرف الأم وتعني كما سبق وأن قلنا أربعين النومية والنومية هي أصغر وحدة نقدية للعملة البيزنطية وهي الفلس هو الأكثر رواجا في الأسواق لتسهيل المعاملات التجارية البسيطة لتكملة موضوع تطور العملات العربية نضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة